اشتركوا في القناة الثانية عشر يناير الفين وثلاثة وعشرون ولا يزال جديد وهذه اللعبات تحتاج لمواصفات جيدة لك تشتغل معكم بدون اي مشاكل ولكن هناك العديد من الاشخاص لديهم مشكلة اللاق او البطء او التقطيع الخافيف اثناء اللاعب ولهذا في هذا الفيديو سوف نذكر لكم بعض الطرق التي سوف تساعدكم في حل هذه المشكلة وتسريع اللعب وتحسين اداء الفريمات اثناء تشغيل اللعبة للاشخاص الذين لديهم لاق باسيت او تقطيع باسيت اثناء اللعب ولكن قبل الدخول الى الصلب الموضوع لا تنسوا دعم القناة ايضا اذا كنت مشترك في القناة فلا تنسى تفعيل جرس الاشعارات لكي تتوصلوا باي جديد على هذه القناة كذلك لا تنسوا دعم قناتنا الثانية على اليوتيوب سوف تجدون رابط قناتنا الثانية اسفل الفيديو في الوصف والدسكريبشن والان سوف نبدأ على بركة الله اولا يجب ان تكون لديكم مواصفات كافية لتشغيل اللعبة كما ترون هذه متطلبات او مواصفات تشغيل اللعبة على الكمبيوتر كما ترون فيجب ان يكون لديكم على الاقل مواصفات قريبة من هذه المواصفات لكي تستطيعون تشغيل اللعبة وحتى اذا كان لديكم لاق كما ذكرت في اللعبة وكانت لديكم مواصفات قريبة من هذه المواصفات فعندما تقومن بهذه الخطوات التي سوف اذكرها الان في الفيديو سوف يتم حل مشكلة اللاق وتسريع اللعبة وهذه الخطوات تقومن بها قبل فتح اللعبة اولا تقومن بالذهاب الى البي سي هنا ثم الى القرص الذي توجد فيه اللعبة مثلا انا لدي القرص في اللعبة في القرص اف تقومن فقط بالضغط عليه الزل ايمن هكذا ثم تظهر معكم هذه النافذة تقومن بالنقر على ثم تقومن بالتعليم على كل ملفات التي تظهر هنا ثم تقومن بالنقر على ثم وتنتظرون حتى يتم حثف الملفات ثم تقومن بالنقر على هذه الخطوات سوف تساعدكم في حل المشاكل الخاصة بالقرص الذي توجد فيه اللعبة وتنظيف القرص وهذا ايضا سوف يساعدكم في تسريع اللعبة الخطوة الثانية تقومن بالذهاب الى البي سي ثم برو بي تي ثم بارامتر سيستام افونسي ثم بارامتر ثم تقومن بالتعليم على الخيار رقم ثلاثة على هذا الشكل لكي يتم حثف كل هذه الملفات هنا كما ترون ثم تقومن بالنقر على أبليكي أوكي هذا سوف يساعدكم كذلك في تسريع اللعبة الخطوة رقم ثلاثة تقومن بالذهاب الى البانو دو كونفيقراشيون ثم هذا الخيار اوبسيون دالي مونتاسيو او اعدادات الطاقة ثم تقومن باختيار هذا الخيار ايكونومي دينيرجي او هاي بيرفورمانس او بيرفورمانس او لفي على حسب لغة الويندوز لديكم ثم تقومن بغلق النافذة الخطوة رقم اربعة تقومن بالنقر على زر الويندوز وحرف الار في لوحة المفاتيح ثم تقومن بكتابة هذا الامر ثم تقومن بالنقر على اوكي تظهر معكم هذه النافذة تقومن بالنزع الخيار هنا الخيار رقم اثنان ثم تقومن بالذهاب الديماري ثم اوبسيو افونسي ثم تقومن بالتعليم على هذا الخيار هكذا بعد ذلك تقومن هنا باختيار اعلى رقم عندكم في كورات المعالج هكذا ثم اوكي ثم اابليكي اوكي ثم تقومن بعادة تشغيل الكمبيوتر هذه الخطوة سوف تساعدكم في تشغيل المعالج بأعلى كورات لديه وهذا سوف يساعدكم في تسريع اللعبة وجميع الالعاب الخاصة بالكمبيوتر هذه الخطوة فعالة جدا في تحسين اداء الالعاب الخطوة رقم ستة تقومن بالذهاب الى شارط المهام ثم تقومن بحث كل البرامج التي تشتغل في خلفية الويندوز لان هناك بعض البرامج التي تستهلك كثيرا في المعالج والرامات وهذا سوف يسبب لغ في اللعبة لذا قبل تشغيل اللعبة تقومن بحث جميع البرامج التي ليس لها اهمية هنا وتتركون فقط البرامج الخاصة بالويندوز والبرامج الضرورية لكي يكون هناك اداء في المعالج والرامات وايضا لا يكون هناك ضغط على المعالج والرامات مثلا هذا البرنامج تقومن بحثه تقومن بالنقر على الزل الايمن ثم فان دي تاش ايضا هذا البرنامج فان دي تاش هذا سوف يساعدكم كما ذكرت فيه تخفيف الضغط على المعالج والرامات وهذا سوف يساعدكم في تسريع اللعبة الخطوة رقم سبعة الاشخاص الذين لديهم كروة انفيديا تقومن بالنقر على الزل الايمن ثم بانو دو كونفيراسيون فيديا او لوحة التحكم خاصة بانفيديا ثم تظهر معكم هذه النافذة تقومن بالذهب لهذا الخيار كما ترون ثم تقومن بالاختيار الخيار رقم اتنان وتقومن بالنقر على ابليكي سوف تجدوه هنا في الاسفل ثم تقومن بالذهب للخيار رقم اتنان وتقومن بالذهب الى الاسفل في هذا الخيار كما ترون تقومن بالذهب الى الاسفل ثم الى هذا الخيار mode 2 lalimentation كما ترون اعداد الطاقة تقوم بالنقر هنا وتقوم باختيار هذا الخيار لـ Performance Maximal بعد ذلك تقوم بالنقر على الخيار رقم 2 ثم تقوم بالنقر على RGT ثم Pair Courier ثم تقوم باختيار أيقونة اللعبة One Piece Odyssey كما ترون ميلو في اللعبة ثم تقوم باختيار أيقونة تشغيل اللعبة أو لينشر على هذا الشكل ثم تقوم بالنقر على Appliki هنا بعد ذلك تقوم بالنقر إلى الخيار رقم 3 على هذا الشكل وتقوم بالنقر هنا واختيار نوع كرت الشاشة لديكم وتقوم بالنقر على Appliki أيضا هنا ثم تقوم بغلق النافذة بعد القيام بكل هذه الخطوات قبل تشغيل اللعبة كما ذكرت تقوم بعد ذلك بفتح اللعبة ثم تقوم بالنقر إلى إعدادات اللعبة كما سوف ترون الآن في الصور وسوف أشرح لكم الصور تقوم بهذه الإعدادات من داخل اللعبة تقوم أولا بالذهاب إلى Seating هنا Seating ثم هذا الشعار أو هذا اللوغو كما ترون ثم تقوم بذبط إعدادات اللعبة كما ترون في الصورة تقوم باختيار إعدادات اللو أو الإعدادات المخافضة ثم هنا تقوم باختيار Off كذلك تقوم بتعطيل الفي سينك كما ترون Off الفي سينك تقوم بالضغط على OK وبعد ذلك تقوم أيضا هنا باختيار Off وهنا Resolution أو دقة شاشة العرض تقوم باختيار 1280 في 720 وأيضا هنا تقوم باختيار ملء الشاشة أو Full Screen أما إذا استمر معكم اللوغ أو البط يمكنكم اختيار هنا وضع النافذة أو Window Mode هذا سوف يساعدكم في تسريع اللعبة فهذه الخطوات تقوم بها قبل تشغيل اللعبة وأيضا تلك الإعدادات تقوم بها من داخل إعدادات اللعبة وهكذا سوف يتم حل مشكلة اللوغ وتسريع اللعبة وسوف يتم تحسين أداء الفريمات وإذا كان لديكم اللوغ خفيف أو بسيط 100% سوف يتم حل مشكلة اللوغ وتسريع اللعبة إذا قمتم بكل هذه الخطوات التي ذكرتها الآن في الفيديو وتشغيل اللعبة بسلاسة وكما ذكرت لعبة One Piece Odyssey وهذه الخطوات تنفع مع جميع الألعاب الخاصة بالكمبيوتر وليس فقط One Piece Odyssey يمكنكم تطبيقها على جميع الألعاب وهكذا قد نهينا الشرح ولما لديه أي تعليق أو استفسار دعوا تعلقاتكم في السؤال الفيديو سوف أرد عليكم بأسرع وقت ممكن وفي الأخير لا تنسوا دعم حسابنا على الأنستغرام وصفحتنا على الفيسبوك وقناتنا الثانية على اليوتيوب سوف تجدون جامع الروابط أسفل الفيديو في الوصف وفي الأخير لا تنسوا نقرر على لايك وشير للفيديو ودرمتم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة